اشتركوا في القناة لكل فتاة تعثرت بها التجارب بوقت مبكر ما كانت تتمنى أن تسير حياتها بهذا النحو لكل شاب تعثر مبكرا ووجد يأسا مبكرا يحفر طريقه لقلبه لكل أولئك الذين يتلون كتاب الله وآياته وفي نفوسهم يقين هش يتلونها وكلهم وجل أن تغلبهم تساؤلاتهم تلك التساؤلات التي تقفز بين أين عدلك يا رب استغفر الله وبين لماذا تصنع بهذا يا ربي والعياذ بالله وبين دعوتك وهمومي تزيد لكل أولئك تعالوا معي أحبتي لنتأمل هذه السطور أنا وأنتم وآباؤكم وكل من حولكم كائنات منتمية لفصيلة البشر التي من أهم خصائصها التساؤل والهم والسعي للبحث عن الجواب ومن الخطأ أن نرى أنفسنا ملائكة لأننا لن نكون كذلك البتة والضعف البشري هو السمى المميز لبني البشر قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا كما أن النهوض من السقطات أيضا من مميزاتنا فهل سوف يعاقبنا الله جل وعلا بهذه العثرات ماذا ستقدم الإجابة بنعم أم لا هل هو مزيد من الانشغال عن أصل المشكلة وهو العثرات لجزئية غيبية وهي أنا معاقب أم لا هل سترتاح لو كانت الإجابة نعم وما هو نوع هذه الراحة إجابة لا أنت لست معاقب هي إجابة خديرية إن اكتفيت بها وبدأت الطمأنينة تتسرب لقلبك دون أن تفعل شيء تجاه أصل المشكلة وهي العثرات ستقول لي بأنك تحاول النهوض وتحاول ولكنك في كل مرة تخفق أليس هذا الدلالة عقوبة وعدم توفيق أقول لك ومن قال لك أن ثمرة تكون بعدة مرات النهوض إنما النهوض أولا بالكيفية لا بالعدد فهي اعقلها بالتسليم ثانيا توكل سعيك للخلاص من عثراتك وفق منهج صحيح وخطوات سليمة يسندك بها أهل المعرفة والذكر والتخصص هو النهوض المقصود ولكن هل بالضرورة أن ترى النتائج؟ كلا فقد يختبرك الله عز وجل بنقص ثمرة العمل أي أن تجتهد ولكن هناك نقص ثمرة العمل قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وثمرات انظر لتكملة الآية حيث قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تشعر في كلمة وبشر الصابرين فيها تأكيد على البشرى لك إن صبرت لأن هذا الصبر هو من أشد أنواعه صعوبة ثم يأتي أحدهم ويقول فعلت كل شيء يا رب ولا نتيجة أبشر إن صبرت قد تشعرك تلك الحفر والعثرات التي في طريقك بشيء من العجز في القدرة عن فعل أي شيء أفهمك تماما ولكن انظر معي هل رأيت تلك الحالة من اليأس والألم النفسي والجسدي هل مر بك شعور الوحدة والرغبة بالاختفاء من كل الناس حتى من نفسك هل تذكر عندما كنت ترى مشكلاتك تكبر كل يوم وأنت لا تستطيع دفعها وتراها تكبر وتكبر ويكبر في داخلك العجز أكثر وأكثر هل مر بك ذلك الصوت الذي تكتمه ويعلو ثم تحاول أن تكتمه ويعلو ثم تحاول أن تتناساه ويعود مجددا الصوت الذي يقول يا رب خذني من هذه الدنيا وخلصني هل رأيت كلما سبق؟ كله اجتمع في مريم عليها السلام عندما اتخذت من دون قومها مكانا قصية وعندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة التي شهدت على قولها يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية جاءها المغيث ليقول لها ماذا تفعل وليس كي يفعل عنها أي شيء ليس كي يفعل عنها أي شيء إن شعرت بكل ما سبق فهذا وقت العمل لا وقت الاستكانة والاكتفاء برفع الصوت في الرغبة في الموت ليس لديك طاقة على العمل افعل أدنى مستوى مطلوب منك هزي إليك بجذع النخلة فقط ضع يدك على النخلة يا مريم وقومي بهزها وفق المتبقي من قوتك وسترين النتائج لهذا أحبتي في الله أعيدوا بناء تقدير دواتكم وأعيدوا بناء ثقتكم بخالقكم فما من قضاء له إلا وله حكمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر